لذلك هذه التزكية ناقصة مهما فعلوا ومهما عملوا أما الكفار فهم لا شك يحاولون أن يزكوا أنفسهم لا شك كل أمة وكل مجتمع فيها عقلاء فيها حكماء يحاولون أن يزكوا مجتمعهم ويصيحوا في مجتمعاتهم صيحات العودة إلى الطهارة وإلى التزكية لكن هيهات هيهات يحصل على شيء إلا باتباع الإسلام العظيم وهدي كتابه الجليل وسنة نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم بدون ذلك تظل صيحات في وادي لا يمكن أن يلقي لها الناس بالا والدليل على أن النصارى مثلا النصارى هؤلاء عندهم علماء اجتماع وعندهم مفكرون وعندهم مصلحون بتعبيرهم وينادون ليل نهار خاصة انطبقت النصارى المحافظة وتنفخ في الرؤساء أوروبا وأمريكا ليل نهار بطلب أن ترسى دعائم الأخلاق من جديد وطلب تزكية الناس من جديد يحاولون هذا ليس من الآن من سنوات طويلة جدا فإذا جاء الديمقراطيون كما يقولون في أمريكا إذا جاء الديمقراطيون اختل ميزان الأخلاق فإذا جاء جمهوريون حاول أن يعيدوا ميزان الأخلاق مرة أخرى لكن كما يشاءون ويهوون ويريدون لا على ما جاء به الوحي الإلهي وهم في هذا كما كان الإغريق الذين كانوا يحاولون أن يصلوا إلى معرفة كنه صفات الله تبارك وتعالى وكنه الله تبارك وتعالى طريق التفكير العقلي المجرد بدون انتباع سبو الأنبياء لذلك يفشلون فشلا عظيما كما فشل أولئك فشل أولئك أيضا وسيفشلون لأنه ليس بين أيديهم دين محفوظ معصوم يرجع بهم مرة أخرى إلى الجادة الصحيحة كل ذلك أفكار عندهم أفكار يدون أن تطبقوها لا شك أنها ناقصة مبتورة لأنها بعيدة عن الوحي إلهي كل البعد طيب هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وفي آية أخرى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا يعني بتقديم التزكية على التعليم وهنا بتقديم التعليم على التزكية هناك لأنه من كلام الله تعالى التزكية قدمت على التعليم لأن الله يعلم أن البشر لا بد لهم أولا أن يزكوا أنفسهم حتى يتقبلوا التعليم الصحيح حتى ينفع فيهم التعليم الصحيح أما هنا فهم دعاء إبراهيم وإسماعيل وعليهم الصلاة والسلام ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم من المفترض أن يزكيهم ثم يعلمهم الكتاب والحكمة لأن يا إخوة إذا الإنسان ما تزكى وأقدم على طلب علوم الكتاب والسنة يخرج عالم سوء والعياذ بالله يخرج عالما يباع ويشترى يخرج عالما يباع ويشترى لذلك كان أحد الزعماء العرب يقول في الثمانينات الهجرية يقول أنا اشتري فتوى أي عالم بفرخته لماذا يقول ذلك لأنه يعلم أن كثيرا من المحيطين حوله علماء سوء علماء سوء لذا هو استطاع وجرؤة أن يقول هذا كلام في حق العلماء الذين مرثة الأنبياء لأن العلماء لم يصونوا أنفسهم كما قال عبد العيزة جرجاني الشافعي يقول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم أيوة ولو أن أهل العلم صانوه صانهم لكن للأسف أهل العلم ما صانوه ما صانوه عن مطامع الدنيوية في أكثرهم لكن بقي الطائفة من أهل العلم محافظة مقبلة على المولى متزكية متطهرة تريد العلم لوصول إلى الدار الآخرة لا تريد مركبا لوصول إلى شهواتها ومراداتها لذلك التزكية يا إخوة قبل العلم وقبل كل شيء أن يزكي الإنسان نفسه يزكي الإنسان نفسه وأن يقبل على الله بطهارة نفس وأن يقبل على العلوم بطهارة نفس ليخرج عالما صالحا يفيد أمته ويفيد نفسه قبل كل شيء ويرتقي في الدرجات الآخرة إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الذي لا يقهر ولا يغالب أبدا هذا هو العزيز العزيز هو الذي لا يقهر ولا يغالب والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها ولا شك أن الله تعالى هو العزيز الحكيم جل جلاله هو لا يقهر ولا يغالب لا يمكن أن يناله شيء جل جلاله وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه ولو غابت حكمته عننا هذه النقطة المهمة نحن نوقن أن الله تبارك وتعالى له حكمة في كل شيء يفعله وفي كل شيء يقوله جل جلاله لكن قد تغيب عننا هذه الحكمة ولا نعرفها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى أن يظن به هذا الظن جل جلاله كل أفعاله لحكمة عرفها من عرفها وغابت عن من غابت عنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه السفيه هو الذي يرغب عن ملة إبراهيم الخليل وفي هذا تعريض باليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون تمام العلم أنها من جنس رسالة إبراهيم من إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كما قال الله تعالى حكاية عن فرعون وقومه وجحدوا بها أي ظاهرا واستيقنتها أنفسهم طيب والسبب لماذا الجحود ظلما وعلوا لذلك أبو جهل لما قال له قال له النضر بن الحارث قال له ماذا تقول في محمد قال والله إني لأعلم أنه نبي اسمعوا لكن كنا وبني هاشم كفر سيرهان يعني من بن مخزوم وبن هاشم كفر سيرهان قالوا منا السدانة ومنا السقايا ومنا الحجابة ثم قالوا منا نبي فأنا ندرك هذا كيف إذا كان قالوا منا نبي كيف ندرك هذا والله لا أؤمن به أبدا سبحان الله انظروا إلى كيفية التفكير إلى الحسد الفضيع نسأل الله السلام الذي يموت لأجل الإنسان كافرا طيب والله لا أؤمن به أبدا كل الكفار الذين يكفرون يعرفون أن هذه الرسالة من جنس الرسالة الإبراهيمية وأن هذه الملة الإسلامية وأن هذا الدين العظيم من جنس ملة إبراهيم لا شك واليهود كانوا يعرفون أو يدركون وذكرت لكم مرارا دلائل معرفتهم أن هذا هو الحق والنصارى يعرفون كما تعلمون من نصارى نجران لما جاءوا لجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وانتهى الأمر إلى المباهلة رفضوا المباهلة لماذا يرفضون؟ لأنهم يعرفون أنهم إن باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليهم لعنة الله واستؤصلوهم وأولادهم وأهلوهم وأموالهم فرفضوا المباهلة لما يعرفون من الحق يا أحبابنا إذن حق واضح الحق أبلج والباطل لجلج الحق واضح ظاهر عليه نور عليه نور يا أحباب أما الباطل فعليه والعياذ بالله ظلام دامس نحن نعرف العقائد نحن لم لسنا مسلمين لأن أهلنا مسلمون أو لأن أبانا مسلم أو لأن أمنا مسلمة لا نحن مسلمون